اهلا بكم اعزائي اصدقاء ومتابعي قناة المحيط الاحمر اليوم سوف نتناول موضوع مسلسل تابعه المشاهدون بشغف وقد اثار الكثير من الاعجاب والنقاشات حول الاحداث والشخصيات دعونا اليوم نتناول موضوع الحششين وزعيمهم الحسن الصبح ونبرز ما لم تبرزه الاحداث الدرامية في انطلاقة الاحداث والصراع السياسي الثلاثي الذي اعقب انتهاء الخلافة الراشدة وحتى قبل انتهاء زمن علي بن ابي طالب كرم الله وجهة والذي افضى في النهاية الى خلافة اموية وعباسيون وعلويون يرون ان الخلافة ذهبت الى من لا يستحقها وان ابناء عمومة النبي او ابناء ابن عم النبي هم الاولى بالخلافة لتظهر الدعوة الشيعيت والانتصار لابناء علي واحقيتهم بالخلافة ومن كبار دعاة الشيعة وحق الفاطميين في الخلافة كان الحسن الصباح وفرقة الحششين دعونا نبدأ ولكم جزيل الشكر على حسن الاستماع والمتابعة ظهرت جماعة الحششين في القرن الاول الهجري مؤيدة لأحقية ذرية علي بن ابي طالب بالخلافة وتميزوا بمواقفهم المتشددة والمتطرفة في العقيدة والسلوب حتى نجحوا في استكمال تأسيس دولة فاطمية شيعية في تونس ثم انتقلت فيما بعد الى مصر على يد جوهر الصقلي الذي اسس قاهرة المعز لدين الله الفاطي كانت عقيدة الحششين متشددة وكانوا يعتقدون بانهم المؤمنون الوحيدون الذين لا يخطئون وكفروا جميع الصحابة بعد وفاة النبي محمد ولقد ارتكب الحششين اعمالا عنيفة لعقود حتى كانت النهاية على يد المغول عندما قضى المغول بقيادة هولاكو على هذه الطائفة في بلاد فارس سنة 1256 ميلاديا واستكمل الظاهر ببرس المهمة في مصر من فضلك اشترك بالقناة دعما لها وفعل الجرز واعجاب وشير الفيديو الجذور التاريخية لفهم الجذور التاريخية لقصة الحششين نعود الى الوراء قليلا حيث وفاة الامام علي بن ابي طالب قرم الله وجهة واستيلاء معاوية بن ابي سفيان على الحكم واخذ البيعة لابنه يزيد واستمر الامويون في الحكم تسعون عاما وهكذا انتهى عصر الخلافة الراشدة الامويون في الحكم ولكن هناك طرفان يرون بانهما لهما الحق بالخلافة انصار العباس عم النبي العباسيون وانصار علي بن ابي طالب العلويون كلاهما يعتقد بان الامويين اغتصبوا الخلافة دون وجه حق والاحق بها نسب العباس عم النبي او نسب علي بن ابي طالب ابن عم النبي وزوج ابنته فاطمة وطوال حكم الامويين نمت الفكرتان ودخل في سبا من يصل الى الخلافة اولا العباسيون يصلون اولا ونشأة الخلافة العباسية خلال اواخر العهد الاموي نشأت حركة مناهضة عرفت بالحركة العباسية نسبة الى العباس بن عبد المطالب اصغر اعمام النبي محمد تولى ابو العباس شؤون الحركة العباسية بناء على دعوة ابو مسلم الخراساني وقد نجحت الحركة العباسية في خلع اخر خلفاء الامويين مروان بن محمد عن العرش والقضاء على هذه الاسرة الحاكمة في دمشق وتم مبايعة ابو العباس بالخلافة وقد لقب بالسفاح لكثرة سفكه الدماء خصوصا لدى دخوله دمشق حاضرة الامويين انصار علي يساعدون العباسيين طمعا في تولي الخلافة وابي جعفر المنصور ينوي القضاء عليهم وبداية قصة الحششين وقد استمال العباسيون الشيعة انصار علي بن ابي طالب النقمين على الحكم الاموي فساعدهم هؤلاء في التغلب على الامويين على امل ان تكون الخلافة لهم لكن حصل عكس ذلك فبعد وفاة ابو العباس السفاحة تم اخذ البيعة لاخيه ابي جعفر المنصور والذي كان السفاح قد عينه وليا للعهن ولما تولى المنصور الخلافة وضع نصب عينيه ثلاثة مخاطر لا بد ان يقضي عليها واهمها القضاء على بني عمومته من اهل علي بن ابي طالب الذين لا يزال لهم في قلوب الناس مكان وكانت علاقات الخليفة العباسي ابي جعفر المنصور طيبة مع ابو عبد الله جعفر بن محمد الصادق وابي جعفر المنصور هو من اطلق عليه لقب الصادق وفي واقع الامر فان جعفر الصادق كان مدركا لعقبة تعطيه السياسة والتقرب الى الحكام منذ ان اخذت الدولة الاموية تلفظ انفاسها الاخيرة ورفضت الانغماس في الدعوة العباسية الشك بين العباسيين والعلويين اقدم العباسيون على اعتقال جعفر الصادق اكثر من مرة وزج به في السجن لفترة من الزمن على امل ان تنقطع الصلة بينه وبين تلميذه الذين يحتمل ان يهددوا استقرار الدولة العباسية وينفذ انقلابا على الخلافة وقد تحمل ابو عبد الله جعفر بن محمد الصادق ما تعرض له من مضايقات من الحكومة العباسية وصبر على الالم والاضطهاد خلفاء عاصرهم الصادق وحتى تكتمل الصورة في ذهاننا يجب ان نعلم اسماء خلفاء الامويين وخلفاء العباسيين الذين عصرهم ابو عبد الله جعفر بن محمد الصادق الذي سيأتي طائفة الحششين لنصرة دعوته وحق العلويين في الخلافة فيما بعد اما على الخلفاء الذي عصرهم الصادق خلفاء الدولة الاموية هشام بن عبد الملك الوليد بن يزيد بن عبد الملك يزيد بن الوليد بن عبد الملك ابراهيم بن الوليد بن عبد الملك مروان بن محمد خلفاء الدولة العباسية ابو العباس السفاح ابو جعفر المنصور هذا هو ابو جعفر المنصور الذي نتحدث عنه الشيعة يحققون حلمهم ويؤسسون دولتهم الفاطمية في تونس بعد ان انتهينا من رسم صورة لذلك الصراع السياسي القادم بين العباسيين والعلويين نعود لنتعرف عن قرب على ابو عبد الله جعفر بن محمد الصادق وكيف ظهرت طائفة الحششين هو امام من ائمة المسلمين وعالم جليل وعابد فاضل من ذرية الحسين بن علي بن ابي طالب وله مكانة جليلة عظيمة لدى جميع المسلمين ويعتبر للامام السادس لدى الشيعة الى اثنى عشرية والاسماعيلية وكان الامام شديد الولعب ولده البكر اسماعيل وكثير الاشفاق عليه ولذا كان قوم من الشيعة يظنون انه الامام بعد ابيه وهؤلاء قد زعموا ان جعفر الصادق نص على امامة اسماعيل ثم وقع الخلاف بينهم هل مات اسماعيل في حياة ابيه ام لا والاشهر انه مات في حياة ابيه سنة 145 هجريد كان للصادق عشرة اولاد اكبرهم اسماعيل واليه ينسب المذهب الاسماعيلي وهو من محاور حديثنا اليوم ظهر الاسماعيليون على مصرح التاريخ الاسلامي بعد وفاة الامام جعفر الصادق في العام 148 هجرية حيث نتج عن وفاة الامام صراع بين اولاده ومريديه ومن ثم الانقسام الى عدد من الجماعات ومن هؤلاء الاسماعيليون الاوائل وقد عمل جماعة منهم في تلك الفترة المبكرة على تنظيم حركة شعية مناوئة ومناهضة للحكم العباسي باعتبار ان العباسيين قد اغتصبوا الحقوق الشرعية للاسرة العلوية في زعامة الامة ومنذ القرن الثالث الهجري حققت تلك الدعوة التي ساهم فيها الحششين بشكل كبير نجاحا وبشكل خاص في العراق وفارس وشرقي الجزيرة العربية واليمن فقد دع هؤلاء الدعاة الى امامة المهدي الاسماعيلي الذي سيخلصهم من مظالم العباسيين كما ان حكمه سيكون بداية عودة الخلافة الى العلويين المخلوعين وقد اسفرت انتصارات الشيعة الاسماعيلية المبكرة عن اقامة الخلافة الفاطمية سنة 297 هجري في شمال افريقية في تونس مصر فاطمية شيعية والعراق مركز الخلافة العباسيت اصبحت شيعية وتابعة لمصر حققت الدولة الفاطمية الاسماعيلية تطلعاتها السياسية والفكرية بل والعسكرية في ميدان الصراع امام العباسيين واصبحت مصر التي دخلها الفاطميون سنة 358 هجرية مركز الدعوة والدولة الشيعية في منطقة الشرق العربي وبالتوازي مع هذا التطور السياسي والتوسعي ازدهر الفكر الاسماعيلي والدعوة الاسماعيلية التي تمكنت من تحقيق نجاحات مؤثرة في المشهد السياسي والفكري آنذا وقد كل لهذا النجاح بحركة البساسيري الشهيرة في العام 450 هجرية حين انقلب القائد العسكري ابو الحار ثرسلان البساسيري على الدولة العباسية وهرب الخليفة العباسي القائم بامر الله واصبحت بغداد مركز الخلافة العباسية السنية تابعة لاول مرة الى الخلافة الفاطمية في تحول بدى كارثيا وغير متوقع آنذا لكن سرعان ما دخل السلاجقة الى بغداد وطهر العراق بل ومعظم بلاد الشام من الوجود الفاطمي وتمكنوا من اعادة الامور الى نصابها وحملوا على عاتقهم منذ ذلك الحين مواجهة الفاطميين على الصعيدين السياسي والعسكري وفاة الخليفة الفاطمي المستنصر والظهور الكبيرة للحششين وفي العام 487 هجرية الموافق 1094 ميلادية توفي الخليفة الفاطمي المستنصر فانقسم الاسماعيليون بوفاته الى جماعتين متنافستين هما النزارية نسبة الى ابنه نزار المصطفى بالله والمستعلية نسبة الى ابنه احمد المستعلي بالله وذلك بعد ان نجح الوزير الفاطمي القوي الافضل الجمالي صاحب السلطة المطلقة والفعلية حين ذا في تنصيب احمد الابن الاصغر للمستنصر ولقبه بلقب المستعلي بالله حارما بذلك نزار الابن الاكبر للمستنصر وولي العهد من حقه الشرعي في ولاية الخلافة وقد اعترف اسماعيلي مصر والمناطق التابعة للنظام الفاطمي في تلك الفترة بامامة المستعلي بعد المستنصر فصروا يعرفون بالمستعلية في حين اعترف اسماعيلي ايران بامامة نزار فعرفوا به عرفوا بالنزارية الحسن الصباح في مصر قبل وفاة المستنصر وانقسام الاسماعيلية نعود قليلا الى الوراء لنتعرف على بدايات الحسن الصباح زعيم الحششين وكيف التقى بالخليفة المستنصر قبل وفاته ولد الحسن بن الصباح بالري في ايران عام 430 هجريت الموافق 1939 ميلادية وقد ذكر بعض المؤرخين انه ولد في مدينة قمعق للشيعة الاثنية عشرية ثم انتقلت عائلته الى الري مركز نشاطات طائفة الاسماعيلية فاتخذت طريقة الاسماعيلية الفاطمية وعمره 17 سنة استمر الحسن ابن الصباح في قراءة كتب الاسماعيلية وفا عام 464 هجريا الموافق 1072 ميلادية وصل عبد الملك بن عطاش لمدينة الري فلقيه حسن الصباح وقد وافق ابن عطاش على انضمام الصباح للدعوة الاسماعيلية ثم ما لبث ابن الصباح ان ادى يمين الولاء للدولة الفاطمية ودعوتها امام داع اسماعيل نائب عن عبد الملك بن عطاش كبير الدعاة الاسماعيليين حين اذن في غرب ايران والعراق وحدد له مهمة معينة في جسم هذه الدعوة ثم طلب منه السفر الى مصر لكي يسجل اسمه في بلاط الخليفة الفاطمي بالقاهرة المستمصر وخرج الحسن بناء على ذلك الى مدينة اصفهان في سنة 467 هجريا الموافق 1075 ميلادية فاقام بها سنتين يشتغل بالدعوة وكيلا لابن العطاش ثم خرج منها الى مصر التي وصلها في الثلاثين من اغسطس سنة 471 هجريا 1079 ميلادية وقد استقبله بها داعي الدعاة ابو داود استقبالا حافلا شاركه فيه جماعة من النبلاء والاعيان الفاطميين وسرعان ما شمله المستمصر برضاه واغضق عليه وامره ان يدعو الناس الى امامته فقال له الحسن الصبح فمن الامام من بعدك فاشار الخليفة المستمصر الى ابنه نزار ولكن كما علمنا قبل قليل سوف ينجح الوزير الجمالي في تنصيب احمد الابن الاصغر للمستمصر ولقبه بلقب المستعلي بالله حارما بذلك نزار الابن الاكبر للمستمصر وولي العهد من حقه الشرعي في تولي الخلافة ومنذ تلك اللحظة دان ابن الصباح بالولاء لنزار ابن المستمصر من فضلك اشترك بالقناة دعما لها وفعل الجرز واعجاب وشير الفيديو